السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هعمل معيك وصفة البوريك التركي البوريك التركي هو شبيه شوية للجلاش اللي احنا بنعمله في البيت المصري يعني بتاعنا العيدي بس بيختلف في شوية حاجات بسيطة بس تفرق في الطعم جدا معي هنا لفة جلاش انا بس احط عليها ديها لشان ما تنشفش مني لفة جلاش ربعمية وخمسين جروم انا هستخدم نصفها بس معي كباية لبن معي بيضة كبيرة لو هستخدم بيضة صغيرة هستخدم بطين ملح وفلفل بصل معلقة ثمنة كبيرة او زبدة انا هنا عملة مكس بين الزمنة والزيت ومعي اللحمة المصرومة ربعمية وخمسين جروم لحمة مصرومة هستخدم برضو اللي هستخدمه والباقي اسيبه متعصج معي احشي بي اي حاجة تاني مفيش مشكلة خالص وهنا دي بوهارات للحمة زي سبع بوهارات ومعلاقة قرفة وشوية جنزبيل هنا معي مكس جبن وزاتون ودوة تفلفل رومي دول الحشوة يلا بينا نروح لأول حاجة نعصج اللحمة معي هنا التوسق هيت حطيت فيها معلقة زيت هحط البصلة سوف تضرب البصلة معي وانزل على طول اللحمة سوف تضرب البصلة معي وانزل على طول اللحمة سوف تضرب اللحمة في الطازة وحرجع لكو تاني اولا لما اللحمة بتوصل معي بالشكل دوت انا بحط البوهارات بحط البوهارات بس اللي هو السبع بوهارات والقرفة والجنزبيل وما بحط الفلفل للأسود كمان ما بحطش الملح الا لما بتستويه خالص يا لسه طبعا زي ما احنا شايفين فيها حتة حمرة وما بحطش البوهارات في الاول وانا بحطها اللحمة بستنيها لما تفك كده من بعد وتضي اللون ده علشان البوهارات ما تتحرقش مني وتتضيني طعم مرر عشان استفاد من طعم البوهارات كويس لازم احطها لما تبدأ خلاص لما تبدأ قبل ما تخش مرحلة السيوة على طول احطها وكمان ما بسويهاش سيوة كامل عشان هي لسه بتخش الفرن معي علشان ما تنشفش معي في الفرن يعني هي كده حلوة جدا معي اهو خلاص كده اهي كانت فيه بس حيطة صغيرة لسه مش مستوية يدوبة انا قلبتها كده كويس اهو هحط بقى الملح وكده اللحمة بقت جهزة معي ما ينفعش استخدم اللحمة وهي سخنة قحش بيها الجلاش تمام علشان ما تبلبلش معي الجلاش ويبقى مبهدل معي خالص فلازم استنى اللحمة تبرد شوية فهستنى اللحمة تبرد شوية وهرجع لكو تاني على طول طيب هنا انا بعد ما بردت اللحمة المصرومة خلتها بردت شوية طيب انا بس انسيت اقول حاجة في المقاذير الاولية انه انا محتاجة شوية سمسم ومعيهم شوية حبة البركة تمام؟ هحطهم على الوش طيب انا هحط بس على الخلطة بتاعت اللحمة المصرومة دي الفلفل الرومي وهحط كمان الزتون انا مستخدمتش اللحمة المصرومة كلها تقريبا استخدمت تلت تربع اللحمة المصرومة بس مستخدمتها كلها تمام؟ طيب علشان اعمل بقى الخطوة اللي بعد كده عشان ابقى جاهزة كل حاجة عندي بقى التشريبة اللي هتتشربها الجلاش ادي دي زي ما قلت معلقة كبيرة من السمنة عليهم معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الزت وكمان هحط عليهم اللبن كباية كبيرة من اللبن ودي المعايير اللي انا بستخدمها في كل حاجة وكمان عليهم البيضة هحط عليهم بس شوية فلفل اسود علشان زفارة البيض وشوية ملحة رشة كده بس هقلبهم كويس جدا مع بعض هقلبهم كويس وارجع لكم تقني عليكم دي حجم الجلاشة اللي معي هي كبيرة طبعا ودي السنية اللي انا هشتغل فيها انا ده هانتهى زي ما انتم شايفين كده بالزبدة بالثمنة تمام هعمل ايه بقى هاخد الجلاشة الواحدة هتنيها نصين وبعد كده هحطها اهو هحطها بالمنظر ده هيبقى عندي الحتة اللي هنا ده هعمل ايه هتنيها بس كده هتنيها بالطريقة زي كده مرة هتني من جهة ومرة التانية هتني من جهة هاخد بقى التشريبة اللي انا عملتها زي وابدأ ان انا ايه ادهن كويس جدا 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 الجلاش بتاعي وبين يعني انا كده كاني حطيت ايه كاني حطيت طبقتين والحطة اللي انا هتنيها من ناحية المرة الجاية هتنيها يعني شايفين هنا انا اتني من هنا المرة الجاية اتني من هنا يعني ما تنيش حتتين كله في جهة واحدة هيبقى مكالك عمعية وحش جدا اهو هدهنه كويس قوي اهو بالطريقة زي كده اهو هدهنه كله كويس وبعد كده برضو هجيب التانية شايفين كده معي اهد تانية انا حطيتها مظبوطة من هنا وهبدأ اتني من ايه؟ من الجهة العكس بقى هبدأ اتني من الجهة العكس كده اهو اهو بالطريقة زي وقتني كده اهو اهو مقتنيش كله في نفس الجهة علشان زي ما قلت ما يكالكعش معي وبردو هحط التشريبة بتاعتي انا بحط كده بالضبط اربعة تحت واربعة فوق اربعة من الوحدة يعني الوحدة مقسومة دلوقتي انا تانيةها تنين فاربعة من اللفة الكاملة من الوحدة الكاملة بحط اربعة من تحت واربعة من فوق هدهنها كويس اهو كويس قوي اه لازم تكون متشربة كويس عشان تبذيني النتيجة الحلوة اه وتطلع معي اه في الاخر بالشكل اللي انا هوريهولكو ده تمام اهو هبدأ بردو احط التانية انا هخلص الاربع اللي تحت انا كده حطت اتنين هحط اتنين كمان وارجع لوكو في بس نقطة مهمة كده لازم اولهالكو بردو انا قبل ما اتني التانية دي تمام قبل ما اتني التانية اللي هنا دي انا بحط تحتها كمان يعني بحط من هنا هون بعد كده اتني كاني بلزقها كده بحط من هنا وبعد كده اتني عشان ما تنيش عن ناشف وبعد كده احط بردو من هنا كده وبعد كده اتني زي اخر طبقة معي اهي هشربها بردو كويس اهو بعد كده بقى هحط ايه الحشوة الحشوة دي بقى اختياري يعني انا مستخدمة لحمة مفرومة ممكن احنا نستخدم مثلا سراخ ممكن نستخدم شبك الجبن وبتبقى جميلة جدا بالجبن الحلوم على فكرة بمشكل الجبن او جبن او جبنة اللي احنا بنحبها نستخدمها مفيش مشكلة خالص اللي احنا بنحبه نستخدمه يعني ديت بس الفكرة كده وبعد كده الحشوات بقى زي ما احنا عايزين انا دلوقتي هحط اللحمة المفرومة مع الفلفل والزتون هوزعها كويس عشان ما يبقاش فيه حتة فيها وحتة لقى هوزعها كويس جدا كده بعد كده هحط الاربع الطبقات اللي فوق بنفس الطريقة اهو تمام ما نسقش الجبن هنا هحطها دلوقتي دي الجبن اهي معي زي ما اقولت انا مستخدمة جبنة مع جبنة رومي ممكن استخدم الجبنة اللي انا بحبها ده مش اكبر وممكن استخدمة عن الجبن خالص لو انا مش عايز احط جبن مفيش مشكلة يعني دي اكلة كده المتوفر عندنا بنحطها يعني ما نوقفش الاكلة على حاجة المتوفر عندي بحط انا هحط الاربع الطبقات اللي فوق تاني وهرجعلكوا وريكو في الاخر هنعمل ايه دي هنا معايا اخر طبق احبت او ريكو بق ان التانية بتاعت اخر طبق انا مبتنيهاش لجوه كده لا انا بتنيها مبتنيهاش قصدي الكده اللي جوة يعني اللي تبقى عصينية بالمنظر ده لا بتنيها كده يعني اتنيها الناحية التانية او ريكو زي دلوقتي اهو كده وقوم تنيها كده شكلها باين من فوق. تمام? هتنيع وهوريكو شكلها النهائي. شايفين اهو ده بقى شكلها بالمنظر ده كده متنية وشكلها نظيف جدا من هنا. تمام? هعمل ايه? انا اتبقى طبعا معي من التشريبات الحلوة ديت. هعمل ايه بقى? هقطعو. فيه طريقة تانية الناس بتعملها في البوريك ان هما بيلفوه. تمام? بيلفوه بيلفوه. بعد كده هيحطوهم جنب بعضه. طبعا دي طريقة برضو جميلة جدا. بس انا يعني بعمل الطريقة دي اسهل. واسرع في الوقت كمان. لاني بحطهم كلهم وبعدين بحط الكمية. ما عودش بعودش الف فيها. يعني هو بينفع كده وبينفع كده. لو انتو حابين تعملوها بالطريقة بتاعت اللف ما فيش مشكلة خالص. انا مش بقطع كتير قوي انا هيدوبك اهو. انا في الوقت ده سخنت الفورن. او لما حطيت الحشوة بدأت احط الجزء اللي فوق انا فتحت الفورن على درجة حرارة ومتين وعشرين. وناخد بالنا عشان تقول لاش ما بياخدش وقت كتير. انا بعد ما قطعتها كده اهو بالطريقة دي. هعمل ايه? هاخد التشريبة اللي بقية مني. وهحطها ايه بقى? على الوش بالمنظر ده كده. اهو. شوف بس التشريبة كلها واخدها كويس جدا جدا. هي حتة لحمة مفرومة لزقت هنا مش مشكلة نشيلها. اهو. وهاجي كده بالفورشة. واوزع التشريبة دي كويس في كل الحتة. عشان تبقى ايه? كلها متشربة. مفيش حتة متشربة وحتة لأ. عشان ما تنشفش مني جامت في الفورن. اهو. كله يكون متشرب كويس متشرب كويس جدا جدا جدا. تمام? اخر مرحلة بقى انا هحط شوية ايه? السمسم مع حبة البركة. مش قادرة اقول لكم بتتزي ريحة جميلة جدا جدا ازاي. وكمان بتتزيني طعم وحبة البركة والسمسم طبعا فوايدهم كتير قوي. بحطها كده اهو. شايفين? وده بيبقى شكلها قبل ما بدخلها الفورن. هدخلها الفورن على درجة حرارة امتين وعشرين. انا هشغل تحت الاول. واه هو بيحمرها من فوق كمان. يعني من غير ما شغل من فوق هو عندي بيحمرها من فوق. طب لو انا الفورن بتيه ما بيحمرش من فوق هحمر من تحت الاول وبعد كده اشغل من فوق. ما شغلش من فوق وتحت مع بعض علشان آآ ما يلسع ليش من فوق وتكون لسه مستودش من تحت. فهشغلها من تحت الاول. وبعد كده لو انا ما لقيت هيه هس حمرت من فوق معي هقوم مشغلاها كمان بعد ما اقفل من تحت هشغلها من فوق او لما لقي الجناب حمرت هقوم مشغلا من فوق هوريكو شكلها بعد ما تخلص وقال لكم خدت مني بالضبط قد ايه هي انا احطها على درجة حرارة 22 ده شكل البرك اهو بعد ما انا خرجته من الفورل وشايفين شكله عامل ازاي او شكله عامل كده هقطع لكم بقى قطع ووريكم شكله من جوه كمان شايفين ده اهو شكلها من جوه الجبنة سايحة واللحمة يعني شايفين عامل ازاي طعمها بقى اناش قادر اقول لكم على الجمال وانتو جربوها وقلولي انتو تقدروا تحكموا عن موضوع اكتر اهو ووريكم كمان شكلها من جوه عامل ازاي مفتاحها كده معيكو هي ووريكم الشكل من جوه شايفين اهو ده المنظر اهو من جوه اهو جربوها بقى او ان شاء الله هتعجبكو ويقولولي رأيوكو في الكومنت وطبعا لو عجبتنا الوصف هنعمل ايه هنعمل سابسكرايب للقناة ولايك للفيديو دوت ويريد تقولولي رأيوكو في الكومنت وما تنسوش تعملو سابسكرايب يالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته